فوق الخط الأحمر مع مقداد لحميدام أحبتي المشاهدي الكرام أينما كنتم مسعد الله ومساكم بكل الخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر وأيضا جزء آخر مع ضيفي النائب الدكتور رحمد عبدالله عبدالجبورية أبو مازن زعيم الجماهير الوطنية حزب الجماهير الوطنية وأيضا الجماهير الوطنية والنابع المحاوض صلاح الدين مرحبا بيك وحياك الله في جزء آخر شكرا لمنحنا الوقت هذا شكرا أقدر انشغالك عاليا لكن هي فرصة خليني أبدي وياك وهي ملف مهم جدا هو ملف محاوض صلاح الدين بس قبل لا أبدي بالملف ربما تسمح لي بسؤال مهم جدا شنو قصتك ويا الخيانات ملحك ما يغزر يعني شنو قصتك شنو قصتك ويا جبور تحديدا بس سؤال ولا ما أعرف سألهم ما أعرف شنو يعني يعني واحد يتعذر بصحو الضمير يختار رب العالمين بين الفساد والآخر لما اختارت رب العالمين وين تشنت أخ أبو فيصل هذا الموال من الفين وخمسة وعاشرة وثلاثة عشر واربعة عشر وليوم كلها نفسها قوانات معادة بلاء لها قيمة لا تقدم ولا تأخذ وثلت ليش ظل تعيد بها وصلت للقضاء وعنده وشوف لي جديد يعني اعتبرها هي تسقيط واستهداف وضغن وحقد وحسد ما يقدر يصلون لللي احنا وصلناه محبتنا للجمهور وغيرتنا وكرامة أهلنا وناسنا في عموم محافظاتنا عندنا خط أحمر هاي معدهم الوصوليين عمرهم ما ينجحون متقلبين يوميا مكان مش يسوي لو إذا أكو قرآن ممكن شوفت قسم لأحدهم أو اثنين من أدهم لا والله ثلاثة يمكن ثلاثة يقول وقوفوا بالعهدة إن العهدة كان مسؤولة إذا ما الله يكسر أرقابهم أنا أتمنى ما يكسر أرقاب الجهال الوراهم بس نهايتهم بائسة وأنا ما أتمنى ولا أتمنيت خطية مسكين الدكتور عمار فات بطريق وعر شو أنا معد وعر سيطر طلع على أكثر سيطر الآن بس مربك لليوم ما أتمنى له الأذية أبدا يمكن أشخاص ودائما يحكون بيهم يتحدث عن محمد الهجف هو ومشعان هذا محمد الهجف أكون نسوان كانت تقول جوعانين وشدت أقولي خسع أنكم كان أخوي أبو هايثم جاب له شاحنتين ثلاثة أربعة لمكتبه ومقدر يعيده أنا سويت لي وجه الرجال كان أستاذ في الهندسة ويأخذ راتب بالراتب بطيمن وما عنده مشكلة ودع السنة ناكل ونشرب وعلاقات عائلية وأخوة إذا أكو فساد في الثمنطعش من شهر تسعة نزوله فأني رحت للقضاء ودها النشعان ودكتور قتيبة وبقتها أبو صقور ونزاها لجنة النزاها نفس جاي إذا أنت نبي مرسل مثل ما تتحدث وأني ضاغط فأنت لو فاسد لو جاي الذب ملاتك علي أيضا لأنه أنا ما أعرف موازنة التسعة عشرين ومشاريعها ولا أعرف العشرين بس أنا أعرف حالك أنا أبو مازن مستهدف من كل النواب اللي ذكرتهم ومتصل موازنة لأن الموازن يعتبروها قوة لمشروع أبو مازن ما يعتبروها إنجاز لمشاريع تخدم مواطن مثلا المجاري قبل المجاري نعم دقيقا معناها كان هناك نواب من صلاح ضد المحافظة يستهدفون مشروع لهذا يعطلون الموازنة يشهدون مجلس المحافظة أنه قبل كنا مستهدفين بسبب نجاحي وأني محافظ يريدون كيفهم أنا ما أقبل أنا بعدين أكو مشاريع كثيرة وبها فوائد كثيرة كثير من المقاولين مشاريع الكبيرة ما أقبل تروح بتجيبهم بنينا بيوت لناس مرضى لناس عجزة لأيتام لفقراء طلعنا طلاب عالجنا مرضى يعني سونا شغل كثير ما خذنا فلوس هم زناقيل الآن أنت موسين كيف؟ أنا جبعني اليوم اذبحني باتر أنا سأروح أسأل كل الدنيا وأني من أحجي ما أتشذب لا 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 أنا أكسل للأمانة 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 أكو فوائد واليوم أقول والبارحة قلتك لكن أنت موسين كي؟ قبل سنة موسين كي؟ لا والله موسين أنا سأروح أبو موسين والعالم تحبني هذا الغنى يعني هذا الغنى أرقشي أنا أشوف مواطن يحتربني ومطار غير من يروح واحد يصوروه يسيبوه يطيحوه نحبه أنا ما أعرف أكل الآخرين جوا عني بس ما أقدر أوكل الكل صعب طبعا لا تدرك أرضاء الجميع بس شقد أقدر أعاون والله الداين الفحبال ومرجعون نحن أبو يع عودني فقير وكريم نحن أفقر عائلة ولذلك أنا انتهجت هذا الشي وجبته على الإدارة ومو على بسبب عدنا بلد شقد خير به شقد عدنا فقراء شقد عدنا بطالة شقد عدنا دمار ما جايز حل فالأخوة هنا كخيانة يضر نفسهم أنا ما ريد عرج لأنه يعني المتلقي أعتبر أبو ماذ أنه بشيء الأهمية أو أكو فريط قيمة للحجيهم اللي ما لوا أي قيمة إذا أكو شي رح ودوا على القضاء نفط غيره غيره مشروع النفط اللي يتحدثون راح أجيك عن مشروع النفط كنت برسمية مطعها أفوض راح أجيك عن مشروع النفط بس خليني أنا راح أدرس بس مدرسين المفروض مني يحتي لأنه أنا عندي وثائق موجودة أنا كنت محافظ ثمان سنوات ونقل أنا جبت واختصاصي طيب خلينا أسألك سؤالها عندك من 2009 2018 نعم لحد اليوم نعم ملفات دين محافظ صلاح الدين عمار الجبر يعني عنده مخالفات كبيرة جدا وكثيرا وكثيرا أكثر من المخالفات اللي أعراضها كلها عالية أغلبها يعني الملف الأمني اللي تحدثوا عنه بيأخطاء يعني ما يصير أخوض بالتفاصيل إذا عندي شيء خلاص أنا رح أقدمون القضاء بس هو أتقدم وأنا من هنا تنادكم حتى ما أنسى أدعو الموظفين الصغار والمدراء أي تسوية سووه وأي أمر غيار ويرجعون يجون يسوون تعديلات ويصححون أكبر خطأ لأن الأوراق الأصلية هي موجودة في هيئة النزاهة وفي لجنة النزاهة البرلمانية وفي الرقابة وقبل ذلك هو يعرف سيادة المحافظ أنه أكو لجنة شكلها رئيس الوزراء من مكتبه لجنة خاصة لمشاريع 19 و20 خبا أنا رح تشتكيت عليه أكو ناس مخبرين قالوا أكو جشع فيه مشروع ألف با جيم دال أنا وصلتني الأوراق وهاي قبل فترة يمكن صار أحد شيء يسحب يد ومعرف اللي صار بي تريث بس راح تروح أبعد من سحب اليد لأنني عندي تغريدة وأنا نسؤول عن تغريدة أنت قلت أن أكتفي بسحب اليد طبعا مو عن اللي أكتفي نعم سلطة رقابية لكن قادم هو راح يسمع المواطن هذا تهديد؟ نعم متهديد؟ نعم متهديد نعم نحن دولة إيصار رسائل؟ نحن دولة طيب هما وصل له الآن من دي هددون موظفين تعالوا سوي غيار وتعالوا سوي إدخال وإخراج وتعالوا خلّن رتب وضعنا وأكو موظفين يريد يروحون للنزاهة يمنعون اللي يروح ينقل واللي يروح نفتح عليه ملفات ونسوي ما تفتح ليه شو ساكت؟ معناته أنت ممثل هذا ابتزاج للموظفين تقصد الآن يتعرضون لهذا الشيء؟ طبعا موجود وهاي وصلت رسائل المجلس النواب واللي جاننا واليوم أكو اللجنة راح تشكل وراح يصوت عليها نفس اللجنة أسوأ باللجنة اللي شكلت لأحداث نينوة وتقصي حقائق وهي راح تجيب تقرير هذا التقرير يصوت عليها وستفضي بإقالة المحافظ ما أعرف حسب تقرير اللجنة اللي راح ما نقدر نسبق حدث بس أعتقد راح تلقى أخطاء ومخالفات كذلك طيب كيف تلقيت خبر استقالة عمار الجبر من حزب الجماهر؟ هو كان قبل هذا يعني خليني أقولها لأنه هاي خلص معها الآخر أحسن ما يروح يوميا بالجلسات أريد أقضي على فساد وتجي تسنتي هنا ذاك فساد ورح تتحاسب الجهات المسؤولة عنه طيب شنو عمرت انت اليوم تتكملين النملاتنا اللي أنا سويتهم طيب تروح أبو مازن وكذا وضاغط شنو ضاغط شنو تقبل الضغط إذا أنت فعلا من أهل الله وأني ضاغط إنت استلمت أمانه وقسمت عليك قل أنا أغادر أو تعال قل لي ترى أنا ما أقبل هذا الضغط بينما أنا شنو رح أجيب أقرب المقربين متى ستقوم بعرض في القسم قريب جدا رح يسمعه كل الشيء أنا ما خاف من أحد لا على مدى لا على مدى لا على مدى استحقاقات أنا 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 استحقاقات نجاح هو كتب شروط نعم حتى في القسم الشروط الذي كتبتها بخطة ما قبل أحد يقسم قال إلا أقسم لأن أنت أسلفت في بداية حديثة قلت أكو خيانات قال حتى ما نصيرها خيانات اللي يشوف النائب والمقرب وصديق أبو مازن قاسم يجي يقسم وراه زين إجي هذا القسم هو اختاره وإن شاء الله ما يسوي له شيء هذا القسم طيب هذا رح يسوح موضة مو القسم القسم شنه الولاء للمشروع طيب ولأصحاب المشروع أخ مقتا أحنا انطينا لا لا القسم أنا دم بهذا المشروع وانطينا مال نعم شهداء انطينا طيب المفروض يرجع هو إلى الوراء ويقول آني شلون جيد إجي بدم هؤلاء ما يجي يخونهم على أساس مادة من هم حلفاء الآن من هم أنبياء لو دار وحده كان يكون أفضل ولا أختار طريق مستقل قبل وإن راح مع يعني الآن الجماعة يبوبولوا يعني اللي يتحدث باللجنمالية يا ابا ترى هذي بيها جشح هذي يتصل عليه السيد مشعان يهدد يقول ترى طلع عليك بالتلفزيون جماعتنا صار لهم بوعبع السيد مشعان الجبوري لا يطلع يتشع عليهم إذا أنت نظيف ليش تخاف من مشعان الجبوري مثنم خلينه نائب رئيس لجنة اللجنة المالية مثنم أصدر ثقة شنو الملفات تطلع ذبح العراق بالبوك شرعا البوك أسس قواعد للبوك والنوبة خلينه على اللجنة المالية ما شاء الله ولو أكون مقالة حلوة للزعيم الدكتور محمود مش هداني يقول بالمال ولا بالعيال ما يخاف فالجماعة على القاعدة هذه دي يشتغلون نعم طيب ولله ما أريد لأشخاصهم أبدا أنا عندي عهد على نفسي خليهم كلهم نحجون أنا كاتم ولن أرد لأحد لكن اللي سواه عمار هو خطأ بحق نفسه طيب وتوقيت شنو موقف خليك خليك كن صريح شنو موقف السيد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من هذا الانشقاق وما يحدث في صلاح الدين من تصدع داخل حزب الجباهر وأنت حليف مهم له ماكو أي واحد حتى أحنا أي واحد يريد يختار أي طريق له الحرية نظامنا السياسي يسمح لك تسوي حزب طيب ما عندنا قانون أسمح لك ما تسمح لك خلاص تستقيل تروح الشكل حزب ورا ما تطق تشتغل بالدمة للعالم وتبني حزب وتنجح وما تنجح طيب طيب بس أقول لك وظل عيد خليه يسمعون جمهورنا ننجح أحنا بهذا الجمهور الحقيقي وعمار دخل بطريق وحش ليش هذا الاستهداف لأبو مازن ولي عمار اليوسف تحديدا غايرهم أنا ما علي بخو يا أبو ياسر لا لا الحديث اللي طلع أنا غايرهم ومدرجهم لأنه عندي مشروع وجمهور حقيقي لو أتحدى واحد منه يقول احنا ما عدنا جمهور أنا أقعد بعمان وعيب علي أصل صير انتخابات إذا ما أفوز بالتسعة نص الصبح يعني عندي جمهور ديش بالتسعة يعني من وقت مو أبل ألقت وروح أدور تزوير أتحدهم وما يذبوها علينا بدي يغطون بوقهم وتزويرهم أبدا يجلوا يصعدوا بالتزوير خلي أرجع لك أطمن جمهورنا أي صقر ما يصعد مثنى ما أعرف وضعه في سامرة إذا وصل الانتخابات لأنه عنده ملفات قوية جدا يعني ليش القضاء أبو مازن حلال مثنى ومشعان مو حلال آين سوتي تنازلت عن مشعان الجبوري عن 11 قضية جزايا كان يحكم لكل قضية سنة أو أكثر عن نشر نحن نريد نحكي على الآخرين ولا نتجاوز خلينا أسألك سؤال مهم الكثير أو قبل هذا السؤال أنت نادم لأنك وثقت يوما ما بعمار الجبور والكثير حذرك ونبهك وقالوا لك لا تثق وأنت لم تعر لهم اهتماما أنا الندم مزال عن قاموس شي عنده أبو مازن ما كشي اسمه ندم عندي أبدا بس أقول لك الأخطاء تكون دروس فيعني سبحانه من الله أخطاء والدروس هذه يعني إن شاء الله راح خليه قول تختارنا من هو أكفى ومن هو أصدق ومن هو يعني يحمل مشروع ما جاي يتمسكن وبعدين مثل ما ذكرت أنت واني ما أطلقها الكلمة مع الخيانة بس هي خيانة للقسر لا واضح وحنث باليمين حقيقة لا واضح هذا شيء طيب خلي أرجع لك محافظة الجملونات معا وهذا أصبحت مثال للتندر والتهكم في مواقع التواصل الاجتماعي محافظة الجملونات أولا ما هي حقيقة الأرقام التي ذكرها السيد المحافظ وثانيا فعلا هل قد صرفون جملونات لو باني بيها بيوت محسن يعني أعتقد الـ 12 أو الـ 13 عام 12 أو 13 كان أكو توجه دولة العراقية البرلمان ورئاسة الوزراء أن تنقل المواد الغذائية إلى المحافظة طيب حال يعني أنه ما رهمت بس أحنا كان عدنا خطة أنه يكون في كل الأغضية والنواحي يكون أكو جملونات تكفي المواد الغذائية في الأقضية والنواحي قسم منها مبردة والقسم الآخر يعني عادي حسب يعني طلب الدوائر المعنية بذلك مرهم وتهايب بعدها ما صار أكو بوقته يقول أنه أكو فرضة التخطيط جملونات على المحافظة وراح راحت المحافظة للمقر الأحزار وهاي مردودها على الجناب وماكو هذا الشي أنا ما تسمعت بهذا الشي حتى تروح كان وزير محترم نوري وكان متعاون مع كل المحافظات وينظر للمحافظات بمسافة واحدة يعني شونه قمتهم بالأحزاب أنت موجود أنا بدوري ما صار هذا الشي ولا أكبر كان يكون خلاف مع الأحزار اللي ذكره ولو كان موجودا كيف رضيت بس كان المبلغ 15 150 يظل يعيد به هو مو قلت لك ما ملقا الدرس والكهرباء ومكان ما تروح تقول تعالوا فعلوا هذا ليش يفعلون عقد كاركوك أحنا جئين بأسعار أقل من أسعار الدولة اللي هي جايبة تستورد كهرباء من الدول كمحافظة الصلاحة الدين وأقل من البصرة كعقد كهرباء يعني شراء كهرباء وأقل من عقد كاركوك اللي اليوم أحمد إسماعيل جاي ينتج ودخل الوطنية وتنطيط دولة نفط مع هذا أحنا المجلس صوت كان أكو حاجة كان مظاهرات وصيب ساخن ودولة كانت تنهار من البتر دولار كانت الموازنة جيدة والبتر دولار جيد ارتع المجلس وصوت أنه أحنا نشتري ميتين ميجا ونسوي خط سوي نخط بسبعة وثلاثين أو بسبعة وأربعين أحنا اتعاقدنا على ميتين ميجا لخمس سنوات بستين مليون دولار شنو ستين من موازنة انفجارية أربعمية مليار ويكون عندك ميتين ميجا وانت قبل ما عندك رسل ميتين وخمسين المحافظة كانت تحتاج إلى ثمانمية أو ألف فقلنا ننطل عن الكهرباء معدنا تشتغل عندنا ساعة في مناطق في مناطق أربع ساعات في مناطق ست ساعات فعل عقد البصرة وفعل عقد كاركوكو وما فعل العقد مع أنه أكو موافقة رئاسة الوزراء مجلس الوزراء وموافقة النفط وموافقة الكهرباء أنه تاخذ من كار شركة كار واليوم أكو ذرعات وهو ده ينتج وينطي وتروح للموصل بس إحنا ما نطين ولا دينار لحد هالله كلما يقوم ضخ إحنا ملزمين شنو نلزمنا يبطوا له البتر دولار ليش معترضين على هذا المشروع لأنه ما عدوا من نسبة بي يريدون فلوس وإحنا ززلين مو بفلوس ده يشتغل ينطي كهرباء ويأخذ نفط مو مشروع أنا منطي من موازنتي يعني الدولة تخصم من المالية من البتر دولار أو تجي تطين نفط متنطيني يعني تأخذ حقها من عندي في شمال المشكلة لا نا بس دقيقة بس دقيقة الآن أنت ما كملت موح الجملونات نعم الجملونات مو مية وخمسين الأرقام اللي تحدث ليها سيد المحافظة بوقت 15 مليار موك 15 مليون إذا صار وراها قاموا جملونات ويكررون زينا نحن هذا طبعا كل مشروع هو بيدراسة جدوى طبعا وبيه حاجة بعدين التخطيط هيهم كل المشاريع إذا تشوف ما بيه جدوى اقتصادية ما ينفع ليش توافق عليه مدامك وموافقة وزارة التخطيط تنفذ وتسكت وتمشي مشروع وتروح تحيل نعم تخطيط احنا كنا أحسن من عدد نعم عدنا مهندسي لكن الفصل والقرار والمصادقة وين كل المشاريع اللي يتحدث عنه هي مصادقة ومن التخطيط ومعلنة وأكو شغل به جميل ونا ليه شو تسويت ليه أبراد سويت لي كل شي ما أكو شنو ليه خدته ليه شاد العمل اللي ده تشوفه بالمحافظة هل صاله شهرين شنو من تجابه الفلوس قلت لك قبل كان محاربة من راحة من راحة من راحة صار يجيب حق من المنح من التشغيلية صلف مال العالم وينطيهم دروح لي أنا أسأل المواطنين والمقاولين إذا هم رجال وأسباع جل احترامهم هم تاجروا سنة بس خلاله يصعبهم مش قد يأخذون النسب قلهم بوقت أبو مازن هاي موجودة أنا ما ريد أحكي هاي الملف عب صغير جدا أنا عندي مشروع شنو أخذ شنو جملان عنده سالب عنده ورق عنده مشروع كذا بمغالاة راح ودي للقضاء من النزاة أنت ليش دع عملك ويتكلم أما أنت تحكي على الآخرين حتى تغطي على سرقاتك فهذه الشمس واضحا بينه وإن شاء الله المواطن راح يعرف نعم طيب أن هو السارق طيب راح أرجع لك على موضوع الشركة النفط السويدية لكن قبل أرجع لك أنت خلال حديث ذكرت لي محمد الهيجف لكن ما وضحت لي الصورة بس ذكرت لي بس ذكرت لي يتحدث بس قبل هذا بس ذكرت لي اسم والبعض يعني يعتقد أن المقاول المتنفذ في المحافظة هو هذا الاسم لكن أنت بكملت لي الفكرة تمام محمد الهيجف رجل سابق أمره يجي للمحافظة وعمره زغير أنا تعرفت على يعتقد في 2011 و10 و12 كان عنده 20 مليون دولار يجي يشتغل بالمحافظة اليوم ويطلب المحافظة 62 وما يملك ولا دينار مجرد يطلب استحقاقات وبهن ذرعات وموقع الكتاب من المحافظ رايح للتخطيط وقال هذا يستحق ورايح من التخطيط للمال اللي يشعرهم قال يا بنتو استحقاقات هذا الازلمة مثل الآخرين منطو يجي راح يشتك هذا الرجل من سقطة المحافظة ألف مرة مكررها أنا قلت ماكو بس شفل بالعلم وقال الله بتكريب ما للمحافظة حسب الحاجة كشرطة أجهزة أمنية ودوائر آليات ويا هيثم الزهوان اللي يقولون حرامي وداعشي اشرف عائلة زهوان وأحسن ناس البوعجين احنا نرجع دوائش أول واحد استشهد هو محمود أخو هيثم الزهوان ناطق عفوا ناطق محمود الزهوان أول واحد استشهد ضابط بطل صداه مجآني أتهم عائلة وعشيرة كاملة إرهابين إذا أكو بالبعجين ستين يش بجبر ماكو ستة ألاب وإذا أكو بتكريت بالعوجة ثلاثين بدليا ماكو بجبر ماكو وإحنا ناس نبحث ناس ما يصير إحنا نجي مشوه صورة العشائر ولا الطخة بوساخة داعش مستحيل ولا ليش لأنه يريد استحقاقه هذا هيثم صارف على المحافظة أكثر من 14 مليار لليوم ولا مشروع مصادق بسبب من إجا المحافظة الأسبق هم شدوية هيثم وبلش راحب ليش هذه العداوة خالي مقاول يجريد الفلوس كلها المحافظة الموجودة الآن أخونا أبو هيثم دكتور عمار صديقي مقاول أخذ الموازنة أكثر من 70% أخذ 51 مليار أنت سبعة لدولات كهرباء ومي وصحة ومجاري وحت 47 أربعة واربعين تجيبه أكو مشكلة تركي كان شريكوية أبو عبدين يعرفوا حج عمار كان ماخذ مشروع مجاري الطوز هو قبل فترة سربت وثيقة مشوي له وكالة هايزلي ما محترم ما يوصف يعني محترم محترم توفي إنعجة نوية العراقيين وصار هناك يستقبل بإسطنبول تمام ومساوي له وكالة ومسلموا 30 مليون دولار حسد ما يقولون الآخرين أو أكثر هايزلي ما إجا ضيف للعراق ودور استحقاقات تمرض كورونا شهرين وتوفق راح عن فلوسك يا صابر ويا بالقبل راح وليل ودقوا الباب قال يا بولا ما قايل هذي نمال ورفة إجاوا ينتقموني من الموازنة مال تفروها على أبو مازن وفساد حتى تروح الشبه عنكم هذا متاكل هاي اللجنة راح تثبت هاي اللجنة البرلمانية وكذلك النزاها والقضاء لأننا نعرف موظفين راح واشتكوا وانطوا وفاداتهم وكذلك مقاولين قالوا هيتش أخذوا مننا من المشروع ألف وباء وجين فلوس وأخذوا نسب من عندنا وهذه مصدقة أقوالهم قضائيا هموا أبو مازن راح يشتكوا معا أنه أنا كنت ما أريد هاي الحالة تصل إذا أكو شي يصير تصحيح أو كرر دعوتي للموظفين المادة 187 تقول يا موظف يا مدير يا وزير يا غفير يا شرطي أي بوغة سويتها وجيت أفصحت إنها وكان فلان جابرك أو أخطأت تعال عمي يقول لنا أنت راح تصير شاهد مخبر مشتكي أحنا ما علينا بيك أحسن ما باتشر يصلون للتحقيق يصيرون المتهمين واللي ما استفيد هو الرئس وهم ذولي ولد الخائبات يروحون بس سجون طيب نعم فأدعوهم أنه بس أسئلك هسن 30 مليون راحت راحت وجع وضغن وهم راح يروحن إن شاء كلهن ما يعوضن طيب أبدا هاي حوبة الحلفان وقسام يكسر الظهر طيب الله يبعدنا موضوع شركة النفط السويدية هذا الموضوع أيضا أصبح مثال للتندر بأن صلاح الدين أصبحت مقاطعة تابعة إلى أو إلى السويد تمام شنو قصة هذه ياريت يصير مقاطعة ويصير أدنى أشجار ومناخ وجاء ووظيفة وآمن وحرية طيب ما صاره هو صالي صلاح الدين محارضة معمر دخلوها بجدول تراخيص طيب من كان المرحوم على الاستثمار الله يرحمه أبو أوس جوهر الفحل نعم الله يرحمه وكان معاه المانوطامي منتخبين وصار أكو عقد مذكرة التفاهم بين هذه الشركة وبين المحافظة الاستثمار وقلنا هنا بمصر تتعاقدون حتى في المذكرة لأنه هذا اختصاص الحكومة الاتحادية فصار بيها مذكرة التفاهم مقترنة بموافقة الحكومة المركزية دون ذلك يعتبر المذكرة لا قيمة لها طيب هم نشروا واللي يريدوه طيب وإحنا عدنا الأوليات حتى توقيع المحافظة يقولونهم ياابن للمباشرة والموافقة طبعا عندي كتب طيب هسه موجودة بالتليفون طيب اعتقد أنت موجود مع سكرتير مانا هو تنشرهم وتشوفهم بالانجليزي طيب هاي اللي هو حجاها بالانجليزي أكو ما يفندها وكتاب للأعبادي قلنا له ياابن هاي الشركة كراون صارت عدها اتفاق وعقد يسموه ثانوي مع شركة إيني إيني تطلب العراق تطلب العراق عدها عقود في البصرة طيب ممكن يشوفها يا رئيس الوزراء قال التقيت بها مديرها المكتب أريد تابع الموضوع حتى نلتقي حتى يصير أكو تفاهم ويجون عدنا غاز وعدنا نفض خلو مسويلي محطة غاز والشغل لي خمسة ألاف وسويلي مصفة مكان ما تجيب لي من كاركوك اللي المصفة ذب لي منها من علاس وعجيل اللي هسه كلها بوق داعش وأحنا يوميا الذبح بينا بهالجبل وكذلك المسلحين والموليشيات المنفلتة اللي يتحدثون عنه دت بيع أكثر من الدولة ورصيد الدولة الموجود دي أسسون امبراطوريات مافيات شنو يعني انت تريد تفعل وضع المحافظتك خطأ لو جريمة إذا كو خطأ هم القانون حال المتهم أحمد عبدالله عبد وأجيب الحجج ماتي وأقول يا بابا هذا اللي عندي موافقات الدولة هو الكتب من عنده يعني حتى بالشهر الثالث الـ 2019 اللي هو محافظ موجينهم كتاب موجود عندي الآن هذا حديث ثبوك حتى يستهدف أبو مازن بهذه الطريقة وأصحاب القنوات نجي أحنا حتى نشوش على المواطن بس أنا أرجع وقول للمواطن أنا مستعد للمناظرة مع أي شخص من عندهم أتحدى يجي يقبالي ويحشي هذا الحج أتحدى أنا مو رجل خارج عن القانون أو أنا رجل اللي أعرف بالقانون وأفهم بالقانون أندلش لون أشتغل على أساس ذلك أنا اشتغلت بس هما هالحج ما لهم أيضا راح يدانون علي لأنه بالأخير نزاه رصد أعلامي والقضاء والإدعاء العام عنده رصد راح وتشيك القضاء قال لك كل ما عدا مالة النفط راح نشوف طلب مني أوليات وكتب وديت إن شاء الله القضاء هو يكون أفصل طيب يمكن اعتبار عمار الجبر نتاج مشروع أبو مازين لولا نتاج وصولي يعني كشف هو كشف نفسه للعالم وأنا والله ما متمنين لأكرر هذا الموقف لأنه ما راح يكون مصدر ثقة لأي جهة سياسية حتى نفسه ما حادي تعامله حتى نفسهم إذن لما السلم ما يرد السلام وكان السلام بفلوس يعني مشكلة هو يعرف أنه صار عدول للمجلس بعد ما أشر عليه كثير من الإقفاقات يعني لا مبالا الإدارة الشغل الحضور في المحافظة أي مقبة يتخويميا بدل الخنين لننصح ونصح رجل أكاديفي من الشهادة الإدارة فترة ويصير يبدع بها بس يبدع على أساسي لو سمعت أبو مازن هذا اللي ما راح أسكت عنه أبدا أخلي يندم على كل كلام قالوا للعامة وفي الأعلى في القانون طيب طبعا بس أرد سؤالك شوال صارت تصدعات كثيرة في علاقات أبو مازن مع من يصنعهم أو من يقدمهم لم يكونوا من أفراد الحزب هم انضموا إلى الحزب وكانت نواياهم سيئة أحنا من نقرى الممحي ولا ذرابين فعل حتى ولا عندي جهاز سونار حتى أعرف نواياهم أخوي يعني أكو شوف داعش الهدف عنده هدف يظل ست الشهور سنتين يظل هدف عنده بالأخير يحقق هدف يعتبر خرق ونجا نقول ودينا برقيات أحنا تصنى المعلومة نجا نقول راح أكو بس نهملها هو نفس الشي ظل يتربص إلا تحلى الفرصة ويجي يحقق اللي بداخله بس ما يحقق على أساس دماء زكية تعب لأناس جمهور حقيقي ما تجهي تشخونه كم ملف الآن تحت يدك صراح عند الدولة ما أعرف بس على الأقل 11 ملف دون المخالفات الأخرى الإدارية طبعا 12 ملف أكيد أو أكثر طيب غير الرشاوي اللي اشتكوا بيها مقاولين وراحوا وانطوا إفاداتهم البيدائية وقضائية نعم يعني شخص السيد المحافظي أخذ رشا لو أحد غيره هم قالوا السيد المحافظ واتمنى يقولون أبو مازن أخذ نسبة هتا أجي أقول أدافع النفسي بس أنا ما كان أكو فلوس قليلة وكان أكو أحراج هذه المرة فلوس كثيرة يعني الرئيس ما يقصر واللجنة المالية نوابع كصلاح الدين وأنا معهم استحقاقات من مثل ما ما أكو استحقاقات من المحافظات غير استحقاقات المحافظات أكل الاستثمارية اللي هي بالوزارات هاي رايحة إحنا كل شي ما أكو محافظاتنا بلشنا واليوم هي أحد نقاط الخلاف مع الأخوة الشركاء في البلد أنه ليش ما أكو المحافظات الأخرى السنية بالاستثمارية مع أدى استحقاق لمشاريع الاتحادية فأكو أكو شكاوي مليارين 800 ألف دولار 800 مليون وبعد وأكو تسجيل موجود هاي كلها تسجيل طبعا تسجيل شنو؟ بصمات السيد المحافظ مع أشخاص مقاولين ما أخذهم 30% حسب ما يدعون ويشتكوا طبعا قضاء كيدا عنده تحري اليوم طيب جميل هو راح يثبت صحة ذلك من عدمي أنا أتمنى هو يكون فعلا جاد إنه نختار الله بعلايني يا الله وين شنة أنه وقوم يشتغل أنا أدعمه بس أدعمه على أساس يستهدف أبو مازن يشوف صورة أبو مازن والجمهور اللي جابه خلاب هذا المكان اللي تعب عليه أبو مازن أنا ما أسمح له أشوفك ما مقتنع ليش لا لا إذا يريد لا لا أنت ما مقتنع تعرف ليش ما مقتنع لأنه ما إجاب بمكان صحيح لو طالع مستقل البيان سألتني قبل شوي قليل أنا قبل ليطلع بالشرقية بخمس دقائق وصني البيان ما له اللي يطلع بيه مستقل مربك حتى الآية من تشبه البيان وحولتها علي هو داق على أخونا أبو الطيب قال له هاي سربة تمنين داق علي أبو الطيب أيضا وراء ثلاث دقائق قبل يطلع أبو الطيب سعد البزاز سعد البزاز سعدني قلت له والله من جماعة الدكتور عمار قال ليش قلت له شرح طويل وسبب المشكلة الأساس كانت مثنة اختيار أحد السيئين ليكون مدير للصحة سام الراء سام الراء إلا استحقاق بس كان مفروض نتداول مع مثنة وحج عمار وأنا أكون مع المحافظ ونجي نختار الشخص اللي كله تنتفق عليه هو على أساس ذلك هو حقته دفين هذا الشخص صديق ما من صداقة مباشر تفجر إلى خصومه إذن أكون حق الدفين كل عاقل يفهم هذا الشيء طيب لكن لا لا مبني على الجشع أكثر من ذلك هو اتصل بي اتصل بي لقيت أن تصل على تلفوني أربع خمس ست مرات وعادت الاتصال بي وقال لي بالنص أنك ستندم لأنك لم تقف مع الحق ووقفت مع الباطن عندما تحدثت عن موضوع الكاميرات والمخالفات في قضية الكاميرات هل أنا من اتصل بك أم هو لا لا عمار الجو عمار أنا قلت لك روح اتحدث عن الكاميرا لا ليس لك علاقة أنا وصلتني ملفات بعدين داولتها الحرة وكثير من القناوات داولتها النظر خلينا أرجع لك لي موضوع مهم تحالف السقور قادر على قلب المحادرة في صلاح الدين والله مش عايب سقور هالسمن سقور غير شوي عنده لباقي ضعيف حتى يطير يسوي شي سقوره ايش عمي سقور تعبو مش مش عان يعني مبين واضح ذاك هو بساحتي يعني اكتب عليه اقرأ عليه السلام ليس عاد كعمار أتحدى يصعد متنى ما أعرف وضعه فيه سامراء الوضع مختلف وعنده جمهور الرجل يعني ما أعرف وضعه قيمه مرشحي سامراء والأحزاب المتنافزة معا أنه أنا عندي ثلاث مرشحين فيه سامراء امرأة ورجلين طيب بس ما أعرف وضعه بس ما أعرف وضعه طيب هيثم الزهوان أحد مرشحيك نعم واليوم ميت مشكلة دا يريد يفتعلو له ويسويه بس أدنا قضاء عادل إن شاء الله ما راح يصير لأنه هيثم أنزه من هؤلاء هيثم قدم للبلد تضحيات وقدم مال لعودة محافظة وهيبة واسم محافظة اسمها صلاح الدين طيب تحية مني هنا من سامراء للزهوة ولكل البعاجيل لأنه أقسم بالله وطنين وأفتخر بهم وأيضا أنا أحيي هلنر بالبعاجيل يعني رغم هناهم وهايثم راح يصير قبل مشعام كثير حد دور الأخرى أنا من ما رشح أخلي غيري رشح وأجي أشرف على الحزب إذا ضل طيب إن شاء الله يصعد إذا عاونه نعم هو يصير أما الآن يحلم ناوي ناوي دورا ناوي يحلم هدهد وعلي دهب وجرس ناوي مال هاي أحلام وردية واكو طيب أيضا أنا طالة يرجعون أسامحهم إن شاء الله أنا أعتقد وكفلوهم العشائر الطيبة وعاونهم أدعمهم بالجمهور إن شاء الله أنا أعتقد أن البعاجيل أيضا أصابهم الأدى وهم عاشيرة عريقة وكلمة صار افتراء كثير وافتراء كبير عليهم أدعو القضاء والإدعاء العام والإشراف والنزاة وكل الأجهزة الأبنية أن تنصف هذه العشيرة لأنها وطنية وغيرها خالصة للعراق وكذلك البناصر أيضا كلهم أبناء وطن أمي من الدرجة الأولى ما يصير أحنا نحارب بشرنا ونجي نريد منه خدمة واحترام قدم لي قدم لي شوفني زينك شوفني خدماتك شوفني ولائك للبلد أجي أنطيك متر هماني العوجة تبعد خمسمائة متر عن تكريد ساكنين بتكريد وبيصير يسكرون بالعوجة ليه شو هناك شنو الكعبة هناك شكو نووي ورجع العالم عمي ذوي بشركم ما يرغم شون اللي بني بلد بيشمخ فاشل ما يصير طيب طيب في تغريدة لك إذا ممكن تشرب تشرب ماء شوي في تغريدة لك يمكن يبسريتكم لا أبد طيب في تغريدة لك ذكرت أنه واهم جدا من يتوقع أنه سيقوم بإجهاض مشروعنا مستحيل هذا المشروع كبير أكبر من أبو مازين وأكبر من المتحدثين والخوانة هذا جمهور خوانة ترمو شوي المصطلح صحيح اللي ذكره جلابك أنت ما عرف تقصد من طيب أبدا مستحيل المشروع ما شي مع الأجيال مو ما الأبو مازين يروح ويجي الآخر ويجي الآخر أحنا جمهورنا في كل مكان موجود طبعا عندنا كفاءات ونواة شباب محترمين ورح تشوفون إن شاء الله النواب الجايين شنو وضعهم وإخلاصهم للبلد والمشروع اللي ولده ومن عنده دعمه بي وصعده ورح يمثلون أهلهم أحسن تمثيل إن شاء الله طيب جميل خلي أنتقلك لموضوع أرجو ألا تعتقد أن حل مجالس المحافظات ربما أثر كثيرا حتى على وضع أبو مازن وحافظ صلاح الدين وإلا كل هذه الخروقات اللي موجودة على سيد المحافظ كنت تستطيع إقالت أنت بجروب وتسعب عندما يكتب لك تمزعيم تمزعيم متمام أكيد شوف ماكو خلل بأبو مازن الخلل بالدستور كله يا أما أنت تجيش ترفع هذه الفقرة من الدستور وتقول أحنا مريض اللامركزية طيب وهي الأهم أن تبقى لأنه اللي كتبها كان أكو أغلبية من الأخوة الشيعة وكذلك الأخوة الكرد قال رحنا ما عاد عندنا ثقة من الأنظمة الدكتاتورية الريد أقاليم محافظات أقاليم مثل أقاليم كردستان الريد أقاليم أخرى ما عرف شي سموهم وذكروها بالدستور وهاي مو عيب فأنت أكبر خطأ اليوم أنت تجي والقرار لو أكو محكمة اتحادية هذا القرار رح يطعم به ويعتبروه خطأ قرار مدلس النوم ماكو واحد يقدر يحل هذه المجالس بهذه الطريقة والله عبرت أربع سنوات وكل شي أنتم خالفين الدستور ومطيحين حظ الدستور محكمة اتحادية بلد كبرو العالم ينظر له اسم بلد اسمه العراق ما بيه محكمة اتحادية وهي أهم مفصل حتى بالقضاء اتدخلته ليش ما تجيون تقبلون هذا التعديل ونجي نمشي لأنه هذه مدخص أحد يعني القضاء إذا دخلوا به مظل قيمة للبلد هاي الخيمة أصبحت بائس فليش ما أجي على الاتحادية قبل الانتخابات أجي حتى تجي صير فصل مجلس النواب وقراراته قرارات تخذها مجلس الوزراء هاي ما المجالس المحافظات مهمة جدا عودت مجالس المحافظات لأنه أنا مع الله مركزي وليأنه شخص يقال حلقة زائدة أبدا صح طلعوا المتظاهرين والمجالس كانت الأعداد مبالغ بيها للمجالس أربعين وستين وخمسين زيان وين أكو رقابة للمحافظ إذا اليوم المحافظ جنابه ما يتعامل مع النواب ليش ماكو قانون يعني يعطي صلاحية للنواب وين صوت مجلس النواب شنو تصويته مخام فقرى عابرة المجلس المحافظة عنده قانون 21 لعام 2008 والمعدل 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 اللي هو يصير يراقب أداء المحافظ ويحاسم المحافظ وكذلك نوابه والمدراء اليوم يكون مخالفات يعني كثيرة عند الأخ المحافظ بأعفاب معاونين مستشارين أنا أردت سيلك فعليا على موضوع التغييرات الإدارية تمت على أسس القرب والبعد من أبو مازن كان عندي توازن هو يحسبهم الآن لأبو مازن هو ما يحسب كفاءة ما عندي مانا حتى باللجاة لا تقدم ولا تأخر بالنسبة لي مهمة خدمة لكن نحن يجب أن نشتغل بالقانون لكي لا يكون أكو مخالفة ونجي نعفي القائم مقام ونجي نعفي مدير الناحة لا يوجد شيء ملكي يوجد شيء اسمه كفاءة أداء نزاهة يجب أن يشتغل فالمحافظ عنده أبواب لأعفاء شو اسمه المستشار وكذلك المعاون باسمه بهاي الطريقة والله أنت مع أبو مازن تخابر أبو مازن وترد على أبو مازن وهذا القسم يخابر ويرد على أبو مازن وهذاك يخابر وهذاك يخابر وهذاك يقول لهم مخالفات كل من القضايا شو ما أحد تطلع كل واحد قضي حي هذا النهو على المخالفات الأخرى اللي تخص المشاريع طيب موقف سيد الكاظمي من هذه المخالفات كاظمي أحد الكتب للمعاون الأمني أنت صحيح قال لها ليس صحيح لأنه قرار مجلس وزراء بعد وطلع لكن ما نفذ نفذ لا يقول ممنوع يدخل معروف الأخ منهم جاهدته هاي السلطة المخلقة لا أنا حسب ما سر بلي من مجلس الوزراء أنا سيد الكاظمي وممتعد من موضوع تغيير المعاون الأمني ولم يستجب السيد المحافظ هذا شخصيا لأنها قضية هذه خاصة الآن قضية راح أقوم بها طبعا وهي مقدمة أيضا بتواقيع تقريب نواب وقع وما أعرف الرقم لكن نتجاوز الخمسين وبالجلسة يصل إلى المية أو أكثر لتشكيل لجنة تقصي حقائق بالمخالفات الموجودة مع وثائق مرفقة بهذا الطلب وأكيد رئاسة نجلس النواب راح الصوت لتشكيلها اللجنة واللجنة راح تذهب إلى صلاح تقييمك لعمل البرلمان العراقي والعمل السيد رئيس البرلمان باختصار سريع أنا ننتهي الوقت يعني خلأ أقول هو ذكي جدا رئيس البرلمان ووطني للغاية بس أحنا ملبينا طموح بمشاريع كثيرة بأسباب كثيرة أيضا أسباب خلأ أقول خلافات الأحزاب أسباب هاي إلي وهذه تشيئلك اللي قالها سماحت السيد عمار غطيلي وغطيلك أسباب اشتحواذ يعني حتى حتى قسم كبير من البرلمانيين هم وأخواني وأصدقائي ما يستحقون أن يمثلون شعب موجودين بالبرلمان الآن نعم بس هذه الدورة إجت أيضا بوضع صعب جدا يعني أولا داعش واثنين جتنا كورونا وصارك وإرباك وتدري التجمعات ممنوعة وخلية الأزمة ووزارة الصحة يعني بقت المشاكل مع المشاكل الموجودة اللي رافقت العمل البرلمان وتشكيل الحكومة اللي هي يعني المتظاهرين التشرين وطلباتهم الحقة المشروعة ورد عليهم بالطرق المخزية حقيقة وقمعهم يعني هذا الشي واحد بلد حادث صغير قد من استقالته وزير نقل هو ما ندخل له وقلب التاكسي ولا قلب القطار يدعم فلان مش قد عزيز البشر أحنا نريد أن نبني دولة على دماء أبنانا فهذه دولة ما تنجح به طيب خلينا أسألك باختصار عن موضوع النازحين والبعض يستخدم هذا الملف عودة النازحين لأغراض شياسية وانتخابية أنت كانت لديك مؤتمرات عشائرية كثيرة وسعيت كثيرا في عودة الكثير في جنوب المحافظة وين وصل هذا الملف وكم عدد النازحين الآن ليش نجد بهذا الملف فتور النازحين نرادلهم عقلية عشائرية تدري احنا كل اتنا عشائر الخصم عشائر والمتهم عشائر هيتش فأني دخلت خلأ أقول بثوايا العشائر وقوانين العشائر على المناطق كلها وكل شي صار وحصل في كل منطقة في صلاح الدين هو أبو ماذن تبنى بلش اليوم ينجز اللي يظل من النازحين لأنه حتى دفعنا فصولات خلأ أقول رضوات هي ما منسوبة على مدى العالم ترجع نتداين من المتمكنين نتعاون نلفح بال مثل ما قلت لك على أساس ترجع العالم وتمارس عملها طبيعي ولقي عانا وتبلش ترمن بيوتها وترجع من مناطق روح شوف يثرب اليوم رجعت وقص سيد غريب بلشوا ورجعوا والمحافظة جاية تشتغل لعادة خدمات ما ظل عندنا والقراغول قبل فترة ظلت عندنا أعتقد مشكلة العوجة وعندنا خزرج أعتقد والقراغول أما كل المشاكل إن شاء الله منتهي لكن عندنا كثير من النازحين أيضا هم خوف بسبب وجود قطعات كوكتييل موجودة معدهم ملفات ثم يشوفون الأمن في الأقليم والخدمات أفضل من الموجود أدنى فالناس تبحث عن كهرباء لأنه عندهم أصالح بالأخير فتريد وضع يستقر حتى مسر بتهمة أربع إرهاب وأروح مثل ما قصص الصير على أبو مازن اللي هو هذا سياسي كل الأحزاب تعرفوا عنده علاقات داخلية وخارجية مميزة يقول لك هي شده يصير فأني حول على قوة مواطن شده يصير بي إذا أجي أهم يسلم على أبو مازني رح يستهدفوه وسأقول لهم لا تخافون ولا جمعون ظهور اليوم ويأخ أنا أيضا حنثت بمقسم أنا مقسمت قررت بقرار أنه أنا ما أطلع عود بسبب أنه الأخ عمار استقال أو مصطلح الخيانة أبدا لأنه شي طبيعي هم ذهبوا وراء المادة الفلس وأنا لدي الجمهور وإن شاء الله موعدنا الانتخابات وراح تسمع وعيد هذا اللي قال لأني أنا ياكل تقينبي اللي هو اليوم 27 مو شباط 21 أيده قوله أبو مازني تشكلت وذكرك بالصقور طيب شكرا زعيم حزب الجماهير الوطنية نعب عن محمد صلاح الدين الدكتور رحمة عبدالله الجبوري أبو مازن شكرا لك على وقتك شكرا لك استمتعت من لقاء وياك جدا والوقت أيضا مضى سريعا شكرا لك أخ مقداد وأنا آسف أيضا أنه أخذت من وقت القناة لا بالعكس والآخرين اللي عدهم لقاءات معاكم لا بالعكس وأعتذر من عدهم أنه أنا أخذت من وقت واشكرهم أنه طوني هاي الفرصة أنه أنا أخذ حلقتين متتالية ليوما شكرا لأخوة كادر قناة سامرا والشكر معاد لجنابك ولي رئيس مؤسستكم لأخ الحاج عمام شكرا لك دكتور شكرا لكم محبتي على حسن المتابعة في الختام انقلوا عن أبو مازن أنه يقول لم أندم يوما على ما فعله عمار الجبر وعلى ما قدمته لعمار الجبر ولم يكن للندم يوما في قاموس موضعة وأطمئنكم هذا ما يقول أبو مازن ولا سقر سيفوس في الانتخابات القادمة موهيج إلا مثنى لا أعلم في سامر الوضع طيب يستثنى مثنى لأني يعني معرف مزاج جمهوره طيب أما عمار الأخ قتيبة مشعان خارج قبة البرلمان بعونه تعالى شكرا لك وأنتم أحبتي شكرا لكم على حسن المتابعة إن شاء الله تكونوا واستمتعتم في هذه الحلقتين ليومين متتاليين نشوفكم إن شاء الله غدا ها هو مقدار الحميد نتركوكم بحفظ الله ورعايته في أمان الله شكرا لكم